السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبابي عاملين ايه يارب تكونوا بخير وباحسن صحة وحال وربنا يقيد علينا وعليكم الايام دي بالخير والبرك يا رب كل سنة وانتوا طيبين هنبتدي تفرزات الاكلات الصيفية للشتاء دايما بنحب ناكل كل الخضار في كل وقت عايزين ناكل خضار الصيف في الشتاء طبعا هنفرزه ونشيله في الفريزر للشتاء وقت ما نحتاجه او وقت ما نكون مش عارفين مثلا ننزل نشتري خضار نطلع من الفريزر ونستخدم معانا ايه النهاردة معانا كمية من البامية طبعا هي مش كمية كبيرة لاني مش بحب بفرز البامية بكمية كبيرة يعني مجرد طبخة طبختين بكتير 3 طبخات خلال فترة الشتاء او الفترة اللي مش موجودة فيها البامية معايا مقاسين من البامية المقاس اللي هو يعني وسط على كبير شوية والمقاس الصغير على وسط صغير يعني النوعين طبعا حلوين وقايسين واهم حاجة في البامية وانت بتشتريها تبقى مشترية تبقى مدملكة كده تبقى مشترية مفرغة يعني ما تبقاش فاضية من جوة تبقى مليانة ويبقى الحجم المناسب لكي اللي تستخدميه او اللي بتحبي تكليم فيه ناس بتحب تعمل بامية الكبيرة دي ويكة اللي هي بالشربة بس بدون طماطم طبعا بتبقى حلوة جدا وناس بتستعمل البامية الصغيرة عادي جدا انا الكمية اللي كنت جايباها فرستها على تلت اكياس الكيلو اقل تقريبا من نص كيلو قصد الكيس اقل من نص كيلو على قد تلت طبخات بس وكفاية يعني فيه كمان ناس بتحب تدي البامية غلوة وتديها مثلا سكر او لمون زي ما بتحبه انا بحب الطريقة دي في التفريز مجرد ما بخسل الحاجة انا لازم اخسل البامية كويس جدا 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 قبل ما اقمعها علشان لو اتغسلت بعد ما تتأمع بحس انها كده بتزفلت وبتطلع المادة الجيلاتينية اللي جواها فاحنا عايزين نحتفظ بالمادة دي بخسلها كويس جدا جدا وبصفيها كويس جدا جدا وبعدين اقمعها واحطها في كياس الفريزر اهم حاجة وانا قبل ما اقفل الكيس لازم افرغ الهوى منه كويس جدا 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 لازم الهوى يتفرغ من الكيس علشان ما يعملش تلج جوا الكيس وبنحط الكمية بتاعتنا في الفريزر وممكن تقعد كمان سنة واكتر وبالفة هنا وشفة النهاردة كمان معينا حاجة تانية احنا عجبناها من السوق وبردو حبينا نستغل منها ونفرز هنفرز ايه التماطم فيه ناس بتجيب التماطم زي ما هي تغسلها كويس وتشيلها في الفريزر تمام وفيه ناس بتعصرها الاول وبعدين تشيلها في الفريزر تمام وفيه ناس بتغليها بعد ما تعصرها وتشيلها في الفريزر كل واحد حسب طريقته انا بحب ايه بقى سلقها الاول لان السلق بتاعها بيديها لون كده وبيخلي لونها حلوة قوي حابة تحطي بانجر مع التماطم وهي بتسلق بيبقى كويس جدا ومفيد حابة تحطي بابريكا او فلفل احمر برضو هيديها لون وتبقى حلوة قوي انا بسلقها وبعدين عصرها وديها غلوة او اتنين وبعدين افرزها في الكيس في الفريزر دي بتعتبر شبه متسبكة وبتبقى حلوة جدا وما بتاخدش وقت لما بيجي اطبخها لو حابة تصفيها برضو ده شيء بيرجع لي ودي الحاجة اللي انا فرزتها النهاردة اه حاجات بسيطة كل ما بنزل السوق بلاقي حاجة اجيبها افرزها بتوفر معايا وقت ومجهود وصحة لان كله بعمله مثلا في يوم واحد او يومين وخلص على كده بقى ما بتعبش تاني لما بعوز الخضار اطلعهم الفريزر واستخدمه على طول اه يا رب يكون تفريز النهاردة عجبكم يلا كمان على حاجة تانية برضو انا جبتها وفرزتها وان شاء الله تعجبكم جبت ايه جبت ملوخية خضرة طبعا مفيش بيت بيستغنى عن الملوخية الخضرة اه فانا بحب يعني الى حد مال وقت ما بجيب بجيب كمية حلوة وخرطها واشيلها في الفريزر على طول اه هنعمل ايه علشان ما تسودش هنشوف مع بعض طبعا انتو شايفين كرما بتحب تفردها كده انا بخسلها كويس قوي 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 وفردها على قطعة كبيرة كده من القماش او انها تبقى مفرودة ما تبقاش فوق بعض وتحت المروحة كده يدب بس تنشف ميتها ونبتدي نخرطها انا بحب خرط الملوخية فيه ناس بتحب تضربها في الكابة مع شوية شربة كده اه وتبقى كده بالنسبة لها اتخرطت فيه كمان فكرة تانية بيقولك شليها زي ما هي بالورق وحطيها في الفريزر واما تخرجيها من الفريزر خرجيها على الكابة او على شفشة الخلط بشوية شربة سخنين دي اراء وانا اللي انا بعمله دي وجهة نظري اللي مقتنعة بيها انا بحب اخرط الملوخية اه بحس ان ليها طعم كده وشكل تاني غير اللي مضروبة في الكابة او الخلط معايا ايه؟ معايا طبعا كباية من المياه المغلية طب انا يعني انا عندي شربة ليه احط مياه؟ خلاص لو عندك شربة تمام زي الفل هتحطي الشربة وهتحطي معايا نصف معلقة من الكربوناتو اه ويمكن اقل ربع ربع معلقة من الكربوناتو وهتحطي معايا اه لو حب معلقة من التوم المفروم اه او لو الفلفل المفروم انا بحبيتش احط توم انا حطيت فلفل اغدر مفروم برضو ببقى مفرزه حطيت معلقة كده مع وحدتين من المرأة اه لان زي ما قلتلكم انا عاملها بالمية اه دوبت كل المكونات دي مع بعض وكمان حطيت نصف معلقة من السكر على الكمية بتاعتي وقلبتها كويس فيها كده لما بقيت ايه لحد ما سائلة شوية زي ما انتو شايفين انا مش عايزها طبعا تبقى خفيفة لان مش هو ده استخدامها اه احنا هنشيلها في الفريزر فانا بس يا دوب كده خليتها تتحرك اه وهعبيها في الاكياس وان شاء الله اه نحطها في الفريزر ونستخدمها وقت ما نحب انا بعبي في الكيس على قد اه الطبخة اه بتاعتي طيب انا الكيس كبير علي هعمل ايه ممكن اقسمه اه زي ما هتشوفه دلوقتي اه لو الكيس كبير وشايل مثلا كمية كبيرة اه وانا عارفة ان انا مش هستخدم الكمية دي كلها اهم حاجة برضو ان انا خرج الهوى كلية من الكيس بتاع الملوخية واي حاجة بتحطها في الفريزر لازم تخرجي منها الهوى زي ما انتو شايفين انا فردت الكيس خالص اه ولو حابة تستخدمي على طبختين هتقسمي زي ما انت شايفة ما شاء الله عايز اقولكو دول كانوا اتنين كيلو ملوخية شايفين عملولي كمية اللهم صلى عن النبي ما شاء الله اه جميلة قوي وممكن كمان استخدم الكيس على طبختين اه لو يمين يعني ورا بعض لان استخدامنا برضو للملوخية مش كتير يا رب الوصفة اعجبكم واشوفكم على خير